السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الكيتونين من أكتر الأسئلة اللي بتجيلنا على قناة كيتو تشيك إيه هو الجهاز اللي احنا بنستخدمه عشان نقيس مستوى الكيتونات ونعرف إذا كان جسمنا بيحرق دهون ونعرف إذا كان الأكل ده مناسب للكيتو ولا لا الجهاز اسمه إكسبر كيتو تشيك وده بنقدر نستخدمه عشان نعرف مستوى الكيتونات وإذا كان جسمنا بيحرق دهون ولا لا الجهاز بيتكون من جهاز الإياس والألم بتاع الشككات والشككات والشرايط اللي بنقيس عن طريقها ببساطة احنا عشان نفتح الجهاز بنفتح الشريط او بناخد شريط ونحطها جوه الجهاز والجهاز بيفتح بعد كده بنفتح القلم ونغير الشكاكة طبعا لو بنستخدمها من اكتر من شخص وبنقفل وبنسحب من ورا كده عشان يبقى القلم جاهز للاستخدام بنشك شكا بسيطة جدا نطلع نقطة الدم وبنقرب الشريط عشان يسحب نقطة الدم وبننتظر لمدة عشرة ثواني وبيطلع علينا الاياس الاياس طلع علينا point four طيب خليونا في البداية قبل منقول ايه هي الارقام ايه هي عبارة عن ايه بيئيس الجهاز ده بيئيس ايه الجهاز بيئيس بمستوى الكيتونات الكيتونات دي بتنتج نتيجة حرق الدهون الدهون المتخزنة في جسمنا بتتحول الى حاجة اسمها دهون حرة ودهون الحرة دي بتدخل على الكبد عشان تتحول الى اجسام كيتونية وبنستخدمها كمصدر للطاقة فعن طريق اياس مستوى الكيتونات ده بنعرف اذا كان جسمنا بيحرق دهون ولا لا طيب ايه point four والارقام دي من اول point five معنى كده ان جسمنا دخل في مرحلة الكيتوزز وهي دي المرحلة اللي احنا عايزينه لحد اثنين وثلاثة واربعة بس احنا بنفضل ان هو يكون من point five لحد ثلاثة اللي هي بنسميها الكيتو التخزاوي او nutritional ketosis فده معناه وجود الكيتونات معناه ان جسمنا بيحرق الدهون طيب ليه انا طلع عندي هنا point four بالرغم ان انا كيتو ملتزم بالكيتو لان طبعا انا لسه راجع من الجيم واحنا عارفين ان احنا في الكيتو بنستخدم الكيتونات كمصدر للطاقة اثناء التمرين لكن بعد التمرين بساعة بيرجع الجسم تاني بيحرق الدهون اكتر وبالتالي بترتفع مستوى الكيتونات اكتر واللي بيسأل على الجهاز على ايه فين الجهاز بتوفر في السعودية والامارات والكويت والبحرين وسلطانة عمان عن طريق الموقع الالكتروني keytocheck.online